وقت الوالد أنا بديت في بدايتي أصلاً في الجبس بدأت موظف بسيط في الإدارة المالية وحطيت في البداية يمكن في القسم المسؤول عن الأمور المساهمين وحطيت في مبنى قديم في المصنع في طريق الخرج المصنع الحالي حتى أذكر أول مسمى وظيفة كان كاتب دوامي مش هنا بكاتب الدوام ومش هنا في دوام هالمصنع ثلاثة سنة وتقعد مع هالناس تتروح المصنع كل يوم قلت يارا أنا أعرف الوالد الآن يختبر صبرك ولا تقول لي عشان ما تحرجني استمرت على الحال ذات الثلاث سنوات إلى أن أصدرت الإدارة قرار بنقل شؤون المساهمين إدارة شؤون المساهمين لأنه في بعض المساهمين بعد اللي تظلموا عند الفترة اللي كان فيها العم اثنين ايام بعد راجعها بعض المساهمين في الفترة اللي كان فيها العم اثنين عظو منتد وقاله وبعدين استدعاني العم وقال لنا ترى نبيكم تجون عندنا في المبنى في العلاقين قلت والله بشارة خير قال لا أن المساهمين ما هو بعشاني أن المساهمين يشتكون من بعد المشوار إذا بغير يراجعون في نظام هم الأول تبديل شهادات نعم استلام الشيك أرباح ايام الشيك هات قلت الحمد لله اللي بنصير قريبين هنا في المبنى ذا وقرب للبيت كان خلاص قلت سمعا وطاعة فشو جاهزي استمرت على نفس الوظيفة بعد ما رجعت العلية؟ استمرت عليها طال عمرك سنوات طويلة بعدين هي كانت قسم ورقوها إلى أن أصبحت إدارة وأصبحت مدير إدارة المساهمين اشتركوا في القناة